تصاعدت حدة المواجهات بين الشرطة ومحتجي أسطرات الصفراء الذي حاولوا وحاولوا كسر الطوق الأبنية في شارع الشاندزلاء الشهير بالعاصمة باريس في ثالث احتجاج على ارتفاع كلفة الوقيد وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغازة لتفرقة المحتجين فيما قالت متحدثة باسم شرطة باريس إن سلطات ألقت القبض على 122 شخصا ولأكثر من أسبوعين أغلق محتجو سترات الصفراء الطرق في خطوة تمثل أكبر وأطول تحدي للرئيس إيمانويل ماكرو منذ توليه السلطة قبل 18 شهرا